السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي وامتابعيني في كل مكان أنا مار وزهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الثالث لابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية هشرح معكم الدرس الرابع بعنوان لمحات من حياة الخلفاء الراشدين وده آخر درس في الوحدة الأولى قبل مبدأ الفيديو باتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة قل لكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا جرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله تابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من شرح الدرس بشكل بسيط الدرس بعنوان لمحات من حياة الخلفاء الراشدين يعني الدرس النهاردة هيكلم عن الخلفاء الراشدين وعرفوا بكلمة الخلفاء لأنهم جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم متوفى وتولوا أمور المسلمين في دينهم ودنياهم وكمان أطلقوا عليهم كلمة الراشدون لأنهم صاروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهدايته واستكملوا مسيرته في بناء الدولة في بداية الدرس بيقول لي أن بعدما الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى جوار ربه اتفق المسلمين مع بعضهم على ضرورة تعيين خليفة له تمام أول حاجة بيقول لي اتولى أمور المسلمين أربعة خلفاء راشدين هم من الأربعة دول قال لي أول واحد أبو بكر الصديق رقم اثنين عمر بن الخطاب رقم ثلاثة عثمان بن عفان رقم اربعة علي بن أبي طالب لازم تحتزوا الأربع خلفاء بالترتيب أول واحد تاني أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وتعالوا شوفوا أول واحد هنتكلم عليه طبعا الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول حاجة هو الخليفة الأول للمسلمين هو الخليفة الأول للمسلمين ومسك الخلافة من عام 11 هجرية لعام 13 هجرية بيقول لي سؤاله بيسألني لماذا تم اختيار أبو بكر الصديق الخليفة الأول للمسلمين قالك أول حاجة لأنه أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم رقم اثنين شارك الرسول في جميع غزواته رقم ثلاثة الرسول أنابه عنه في إمامة المسلمين في الصلاة في أثناء مرضه وخلي بالكم السؤال ده يقول لكم في الامتحان بما تفسر لماذا تم اختيار أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين أو يجي يقول لك من هو أول خليفة للمسلمين طبعا أن تبقى عارف أنه أبو بكر الصديق لماذا تم اختيار أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين هقول لأنه أول من آمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم رقم اثنين شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته رقم ثلاثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه ده أول حاجة وتعالوا نشوف أهم الأعمال اللي قام بها الخليفة أبو بقر الصديق عمل شوية حاجات أنتم منكم بس تقولوا الكلام المهم ليه بقى سهل عليكم تعرفوا اثنين أو ثلاثة من أعمال الخليفة أبو بقر الصديق أول حاجة إرسال جيش إوسامة ابن زيد إلى الشام علشان ينفذ توصية الرسول صلى الله عليه وسلم قام أبو بقر الصديق بإرسال جيش إوسامة ابن زيد اللي جهزه رسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وبعته للشام علشان يحارب الروم ويأمن حدود الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة ده أول حاجة كمان بيقول لي أن أمر أبو بقر الصديق أسامة ابن زيد بحماية الممتلكات الدينية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تاني نقول أول حاجة إرسال جيش إوسامة ابن زيد إلى الشام لتنفيذا لوسيط الرسول صلى الله عليه وسلم قام أبو بقر الصديق بإرسال جيش أسامة بن زيد الذي جهزه الرسول قبل وفاته إلى الشاب علشان لمحاربة الروم ولتأمين حدود الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة أول حاجة كمان بيقول لي أمر أبو بقر الصديق أسامة بن زيد بحماية الممتلكات الدينية كما فعل الرسول تعالوا كمان رقم 2 لمحاربة المرتدين وبيقول لي أنه قام أبو بقر الصديق بمحاربة المرتدين الذين ارتدوا قال لي فيه ظهر عندي بعض القبائل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رجل تاني عن الإسلام أو ارتدوا عن الإسلام فعرفوا باسم المرتدين فقام أبو بقر الصديق بمحاربة المرتدين دول الذين ارتدوا عن الإسلام هم عارفوا إزاي أن الناس دي ارتدت عن الإسلام لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة فبعد كده مدعا منهم النبوة أمثال مسلمة الكذاب فيه منهم مدعا النبوة يعني بعدما الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى ظهر الناس وقالوا إذا احنا أنبياء زي الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوا النبوة أمثال مسلمة الكذاب وبعد كده بيقول لي أن اتخذ أبو بقر الصديق موقفا حازما من المرتدين وبعد كده أرسل عدة جيوش لمحاربتهم ونجحت الجيوش دي في محاربة المرتدين وأعادتهم إلى الإسلام ده اسمها خلي بالكم ودي عرفت في خلافة أبو بقر الصديق باسمها حروب الردة حروب الردة دي أبو بقر الصديق قام فيها بمحاربة المرتدين اللي هم بعض القبائل اللي خرجت عن الإسلام بعد وفاة الرسول وبيعرفني هو بيقولي المرتدين دول هم مين قال لي دي قبائل عربية خرجت عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من رفض دفع الزكاة ومنهم من ادعاء النبوة يعني في ناس منهم رفضت النية تدفع الزكاة والزكاة شرط من شروط الإسلام وكمان في منهم من قال من ادعاء النبوة فطبعا أبو بقر الصديق ما سكت لهم شي وقام بمحاربة المرتدين دي لحد ما خلص عليهم وأرسل إليهم عدة جيوش لمحارباتهم ونجحت الجيوش دي في محاربة المرتدين وأعادتهم إلى الإسلام يبقى أنا هحفظ أبو بقر الصديق بتراءة بسيطة جدا هقول أول حاجة إرسال جيش أسامة بن زيدي إلى الشام تنفيذا لوسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رقم اتنين هقول محاربة المرتدين وعرفت المرتدين هم مين هم القبائل عربية خرجت عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من رفض دفع الزكاة ومنهم من ادعاء النبوة تعالوا بعد كده نشوف الحاجة الثالثة للخليفة أبو بقر الصديق وهو جمع القرآن جمع القرآن بيقولي بعد ما استشهد عدد كبير جدا من حفظة القرآن في حرب المرتدين اللي احنا بنقول عليها ديت أمر أبو بقر الصديق زايد ابن سابت ركزه في الاسم أمر زايد ابن سابت بجمع القرآن الكريم وبيقولي إيه النتائج المترتبة على استشهاد عدد كثير من حفظة القرآن الكريم أثناء حرب المرتدين هقوم أيلة أمر أبو بقر الصديق زيدي بن سابت بجمع القرآن القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه مفرق وكان مكتوب على جريد النخيل فطبعا خافوا على ضياع القرآن الكريم لأن حفظة القرآن الكريم استشهد منهم عدى كبير في حروب الردة دي فيعملوا إيه فقام أمر أبو بقر الصديق زيدي بن سابت بجمع القرآن الكريم في مكان واحد ده أول حاجة بعد كده بيقول لي رقم 4 إرسال جيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية قال لي ليه بما تفسر ليه أبو بقر الصديق قام بإرسال الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية هقول لأن لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية حتى بيقول له بدأ بإرسال الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية علشان إيه قال لي لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية علموا الكلام بشكل بسيط عشان ما تطلقبطوش في الأربع خلفاء خليكوا فاكرين أبو بكر الصديق محاربة المرتدين محاربة المرتدين إرسال جيش أسامة بن زايد إلى الشام إرسال جيش أسامة بن زايد إلى الشام أمر بجمع الكرآن الكريم أو نقول أمر زايد بن سابت بجمع الكرآن الكريم ورقم 4 إرسال الجيوش الإسلامية خارج شبي جزراء العربية يجي لك في الامتحان لمن تنسب الأعمال قام بمحاربة المرتدين تبقى عارف ان هو ابو بقر الصديق رقم اتنين يقول لك قام بارسال جيشه اسامة بن زيدي الى الشام تبقى عارف ان هو ابو بقر الصديق يقول لك امر بجمع الكرآن الكريم وهو كان ابو بقر الصديق تعالوا بعد كده انكمل الخليفة وبيقول لي بعد كده اتوفي ابو بقر الصديق وهو كان عمره 63 عاما وقبل وفاة ابو بقر الصديق اوصى بتولية عمر بن الخطاب الخلافة من بعضه مباشرة بعد ان استشار عدد من الصحابة يعني قبل ما يتوفى كم وصي اللي يمسك الخلافة بعدي ويمسك امور المسلمين يكون عمر بن الخطاب بعد ما خاد رأي مجموعة من الصحابة وتعالوا ندخل على الخلافة عمر بن الخطاب وبيقول لي ان هو مسك من عام 13 هجرية لعام 23 هجرية يعني مسك 10 سنوات ونص بعد كده بيقول لي اهم اعمال عمر بن الخطاب عمل ايه اول حاجة خدوا الكلام السهل زي ما انا قلت لكم وضع التقوم الهجري وضع التقوم الهجري وبيقول لي ان اتخذ عمر بن الخطاب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بداية التقويم الهجري الذي يؤرخ به المسلمين الى اليوم بيقول لي ان عمر بن الخطاب ده اتخذ من هجرة الرسول من مكة للمدينة بداية للتقويم الهجري اللي بيؤرخ به المسلمين لحد النهاردة انت بتكتب على الصبورة اسمه التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي التاريخ الهجري ده بقى اللي وضعه هو كان عمر بن الخطاب واتخذ التاريخ الهجري ده من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بداية للتقويم ده وانت بيقولك ان مازال انت بتقرخه او بيقرخ بين مسلمين لحد يومنا هذا رقم اثنين كمان اتكلملي على الفتحات الاسلامية وقال لي ان استكمل عمر بن الخطاب الفتحات اللي بدأت في عهد الخليفة ابو بكر الصديق حيث تم في عهد عمل ايه بقى ايه اللي حصل في عهد عمر بن الخطاب قال لي فتح بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وفتح مصر وده اول حاجة خليكم مركزين يجيلك في من تنسى بالاعمال قام بفتح بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وفتح مصر تبقى عارف ان هو عمر بن الخطاب كمان بيقولكو ان هو قام بانشاء الدووين انشأ عدد من الدووين زي ديوان الجند وديوان بيت المال وبيقول لي وبيعرفني ان عمر بن الخطاب ده هو اول واحد انشأ الدووين يعني ايه الدووين دي او يعني ايه كلمة الدوان الدوان دي كلمة فارسية معناها استجل او الدفتر زي الكشكول الكبير كده او قرصة كبيرة كان بيسجل فيها مثلا اسماء الجنود ومرتباتهم ودوان بيت المال الزكاة اللي قدم الزكاة اللي مقدمش الزكاة كان بيسجل كل الكلام ده في دوان كبير والدووين دي زي ما انا قلت لكم كلمة فارسية معناها استجل او الدفتر كمان بيقول لي استشد عمر بن الخطاب وكان في عام 23 وتولى بعده الخلافة كان عثماني بن عفان تعالوا نعلم عمر بن الخطاب ده بحاجة اقول لكم كلام سعي خليك دايما فاكر انشاء الدووين انشاء الدووين يستكمل الفتوحات الاسلامية اللي بدأها الخليفة ابو بكر الصديق فتح بلاد العراق وفارس والشام وفتح مصر بلاد العراق وفارس والشام ومصر بلاد العراق وفارس والشام ومصر انشاء الدووين كمان وضع تقويم الهجر وفتح بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وفتح مصر وانشاء الدووين وبيقول لي كلمة الدووين دي كلمة فارسية معناها السجلة او الضفتر وكمان بيقول لي انشاء عدد بين الدووين زي دوان الجند ودوان بيت المال وبيعرفني وبيقول لي انه هو اول من انشاء الدووين لو انا بعلم ابو بكر لو انا هعلم عمر بن الخطاب بحاجة عشان ما انسهاش هعلم بانه هو انشاء الدووين ووضع التقويم الهجرية هعلم الاتنين دول كويس جدا وهقول كمان فتح بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وفتح مصر كفاية تلاتة دول تعالوا بقى على الخليفة الثالث وهو عثمان بن عفان وبرضو بيقول لي ان هو مسك الخلافة من 23 هجرية ل 35 هجرية قعد 12 سنة وخلي بالكم ده يعتبر هو ده كان الخليفة التالك للمسلمين وشوفوا اعماله برضو كانان بسط جدا قام بكتابة الكرآن الكريم في مصحف واحد ركزوا في دهاء اول ما يقول لك امر بجمع الكرآن الكريم تبقى عارف ان هو ابو بكر الصديق لما يقول لك قام بكتابة الكرآن الكريم في مصحف واحد تبقى عارف ان هو عثمان بن عفان بيقول لي حيثو بتتوحد ليه امر بجمع او كتابة الكرآن الكريم في مصحف واحد قالك حتى تتوحق قراءة الكرآن الكريم في كل بلاد العرب والبلاد التي تم فتحها عشان عايز كل الناس تقرأ الكرآن الكريم باللغة العربية وده كلام طبعا دي حاجة كويسة جدا 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 يبقى تاني اعمال عثمان بن عفان عمل ايه قام بكتابة الكرآن الكريم في مصحف واحد حتى تتوحق قراءة الكرآن في كل بلاد العرب والبلاد التي تم فتحها حتى تتوحق قراءة الكرآن في كل بلاد العرب والبلاد التي تم فتحها عمل ايه كمان قال لي ان هو قام بانشاء اول اسطول بحري اسلامي امر بانشاء اول اسطول بحري اسلامي ليه بما تفسر قال لي لصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام عشان يقدر يصد اي هجمات تجيله من ناحية الروم كانت سواء كانت على سواحل مصر او الشام الاتنين سهلين ما جاب ليش اي حاجة غير الاتنين دول تاني هعرفكم يعني ايه الاعمال بتاعت خليفة عثمان بن عفان قام بكتابة الكرآن الكريم في مصحف واحد حتى تتوحد قراءته حتى تتوحد قراءته حتى تتوحد قراءة الكرآن الكريم في كل بلاد العرب والبلاد التي تم فتحها كمان بيقولي انشأ اول اسطول بحر اسلامي وقام او امر بانشاء اول اسطول بحري اسلامي علشان يصد بها جماعة الروم على سواحل مصر والشام وجايب لي وبيعرف يعني ايه كلمة الاسطول البحري والاسطول البحري ده بيكون عبارة عن مجموعة كبيرة من السفن اللي بتستخدم في الحروب او في التجارة ده المقصود بكلمة الاسطول البحري مرة تانية مجموعة كبيرة من السفن التي تستخدم في الحروب او التجارة كمان بيعرف الفتوحات الاسلامية هي ايه بيقولي ان هو استكمل الفتوحات الاسلامية لتأمين حدود الدولة الإسلامية يبقى عندي ثلاثة هو تخليكم معرفينهم عن عثمان بن عفان أمر بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي رقم ثلاثة كمان استكمل الفتوحات الإسلامية لتأمين حدود الدولة الإسلامية أقول لكم ثاني أعمال الخليفة عثمان بن عفان أول حاجة قام بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي رقم ثلاثة استكمل الفتوحات الإسلامية لتأمين حدود الدولة الإسلامية وبعد كده بيقول لي أن استشهد الخليفة عثمان بن عفان في عام 35 هجرية وتولى بعده علي بن أبي طالب تعالوا شوفوا خلافة علي بن أبي طالب دقعت خمس سنوات ودي كان الخليفة الرابع للمسلمين مسك من 35 هجرية لعام 40 هجرية وبيقول لي أهم أعماله كلام سهل خالص نقل المقر الخلافة بتاعت المسلمين من المدينة المنورة للكفة بالعراء تب يقول لي بما تفسر قام بنقل مقر الخلافة من المدينة من المنورة إلى الكفة بالعراء حتى يسهل من خلالها الانتقال إلى المدن الإسلامية الجديدة نظرا لاتساعد دولة الإسلامية بعد قصرة الفتحات بعد مقاطرة الفتحات جدا طبعا لو قعد في المدينة المنورة فهو كده يكون بعيد شوية عن الخلافة فأمر يحنقل الخلافة من المدينة المنورة وخلى الخلافة بتاعته في الكفة بالعراء قال لي عشان يبقى سهل عليه يتنقل بين المدن الإسلامية الجديدة نظرا لاتساعد دولة الإسلامية بعد قصرة الفتوحات تاني حتى يسهل من خلالها الانتقال إلى المدن الإسلامية الجديدة نظرا لاتساعد دولة الإسلامية بعد قصرة الفتوحات كمان بقول لي رقم اثنين قام بتنظيم الشرطة وقام الخليفة علي بن أبي طالب بتنظيم الشرطة عين رئيس للشرطة الرئيس ده سميه باسم صاحب الشرطة وكمان عين شرطة لحراسة لبيت المال وحراسة السجن ده مهمة جدا وكمان بيقولي ان هو خصص يوم للنظر في مظالب الناس لحرص على تطبيق العدل بين الرعية كلام ده مهم مركزه عليه كمان بيقولي في الآخر استشهد الخليفة علي بن أبي طالب في عام 40 هجرية وبعد كده بيقولي ده وبذلك انتهى عصر الخلفاء الراشدين واخد عرف عنه عصر البلاغة والحكمة تاني تعالوا نقول اعمال علي بن أبي طالب عمل ايه نقل مقر الخلافة من الكوفة من مدينة المنورة للكوفة حتى يسل من خلالها الانتقال الى المدن الاسلامية الجديدة نظرا لاتساعد دولة الاسلامية بعد قصرة الفتحات كمان قال لي ان هو قام بتنظيم الشرطة وتنظيم الشرطة ده قام بيه علي بن أبي طالب عشان ينظم الشرطة عمل ايه عين رئيس للشرطة والرئيس ده كان بيعرف باسم صاحب الشرطة كمان عين شرطة لحراسة بيت المال وحراسة السجن وخصص يوم للنظر في مظالم الناس لحرصه على تطبيق العدل بين الرعاية خصص يوم للنظر في مظالم الناس لحرصه على تطبيق العدل بين الرعاية وده كان شرح الدرس بشكل بسيط جدا ياربكم بفقكم معلومة مفيدة دعواتي ليكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم نسمر وزهر ترجمة نانسي قنقر